بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه موضوع حلقة اليوم هو بعض أحكام الصيام بعض الناس تتصلوا و تسولوا على بعض المقاطع اللي كانت تتشر في مواقع التواصل الاجتماعي حول بعض الناس تدروا واحد فيديوهات و تقولوا الناس بأنه لك المؤدين تأذن و انت فيديك شي حاجة كملها والأسف هالناس من اللي تدروا هاد الفيديوهات رخصوا ما يعرفوا أن هاديرا حكم شرعي وهذا الحكم الشرعي احنا مخصناش ناخدهه عند منوالة أي واحد يتكلم ناخده من عنده بل الله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وهالناس اللي كي يقولوا الناس بأنهم يلا أدل الأذان وفيه الذكة كست الما ولا فيه الذكة شعجة الماكلة كولها أو شرب راه هذا الحكم هذا قرر العلماء بأنه من أكل أو شرب مع الأذان فإنه يكون مفطرا راه هو غير يكون مفطر يستدلوا هاد النص بعض الأحاديث من حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم شيئا فليقضي حاجته منه هذا الحديث هذا أولا قال العلماء هو يخالف قول الله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فهو يعارض آية متواترة محكمة وكذلك هذا الحديث تحدث العلماء من جهة صحته وضعفه فبعض العلماء حكم بضعفه ومنهم الإمام بالقطال الفاسي وجماعة من العلماء وعلى فرض صحة هذا الحديث قال الإمام دارا قطني فهو محمول على من كان مؤذنه يؤذن قبل الوقت يعني أنه إذا الإنسان تيقن أنه واحد المؤذن يؤذن قبل ما يدخل الفجر وهذا كيخصو عليه دليل أنه يؤذن قبل بزوغ الفجر لأن الحمد لله لتعودنا أن الأذن يكون مع طلوع الفجر أو أن الحديث محمول على حديثه على أذن بلال والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإن بلالا يؤذن بليل فهذا الحديث يعني تتنازعه الاحتمالات فلذلك ضعف الاستدلال به وهو يعارض قول الله سبحانه وتعالى فاكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط لبيض من الخيط الأسودي من الفجر فلذلك الإنسان إلا كانت فيديه شي حاجة كاس الماء ولا شي ماكلا وأذن المؤذن يخصوه يحط هذا الماء وإلا كان في الفم دياله شي حاجة وأذن المؤذن ما يصرطهاش صافيته يطرحها لأن هذا من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى وإحنا مطالبين أننا نحافظ على هذا الصيام والله سبحانه وتعالى يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فلذلك الإنسان يبادر للمحافظة على هذه العبادة العظيمة كذلك مما يكثر السؤال عنه من أكل أو شرب ناسيا في نهر رمضان ورد في الحديث أن من أكل أو شرب ناسيا في نهر رمضان فإنما أطعمه الله وسقاه ولكن هذا الحديث هو لا يعني يسقط عنك قضاء هذا اليوم لأن الحديث ليس فيه من جهة دلالته ما يسقط عنك القضاء وإنما يسقط عنك المؤاخذة والإثم أما القضاء فثابت في حقك لأنك لم تأتي بالصيام الذي هو في ذبتك فمن أكل أو شرب في نهر رمضان ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه فلذلك هذا اليوم هذا خصك تقضيه من لي خرج رمضان تقضي هذا النهار لأنك لم تأتي بحقيقة الصيام كما أمر الله تعالى وش الإنسان إذا أكل أو شرب ناسيا يتمادى فإلا كنت غنقضي نكمل؟ لا فإنه يوقف فطره ذك شلي نسيته كليتي وشربتي ثم تتوقف عن الأكل والشرب لماذا؟ لأن هذا فيه انتهاك لحرمة الصيام ولأن الرخصة لا تتعدى محلها فحينما أكلت وشربت ناسيا فهذا عفى الله تعالى عنه لأنه النسيان والنسيان مما أسقط الله تعالى عن الإنسان به المؤاخذة ولكن لا ينبغي الإنسان أن يتعمد الفطر لأنه جاء الوعيد في تعمد الفطر والإنسان يترتب عليه الكفارة المغلضة وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي الذي جاء يضرب صدره وينتف شعره قال هلكت وأهلكت قال وما أهلكك؟ قال جامعت زوجتي في نهار رمضان عمدا فالنبي عليه الصلاة والسلام قضى في حقه بالكفارة وهي إما أن يعتق رقبه وإما أن يصوم شهرين متتابعين وإما أن يطعم ستين مسكين فلذلك الإنسان يبادل للمحافظة على صلاةه على صيامه مما يكثر السؤال عنه قضية السباحة في نهار رمضان لا يخلو الأمر إما أن الإنسان يسبح يعوم وغير تصرع صوت وهذا ستكون فيه مظنة لأن الإنسان يتصرب ليش حاجة للمح لأن المنافذ التي تصرب من هذه المفطرات إما أن تكون العين وإما الأنف وإما الفم فلذلك الإنسان يحافظ على صيامه إلا جامعة أن يعوم يقدر ما يدخلش راسه ويعوم من تحت هذا عادي لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما فإلا قال لك يعني الاستنشاق اللي كان ديره إحنا والاستنثار اللي كان ديره في الوضوء قال لك النبي عليه الصلاة والسلام بالغ ولكن لك تصيم لا تبالغ لماذا؟ مخافة أن يتصرب شيء إلى حلقك فتكون مفطرا كذلك مما يكثر السؤال عنه وهو التحاليل التحاليل هذه لا تفطر لأن العلماء الحقوها بالحجامة والحجامة كما قرر العلماء يعني السادة المالكية هم كرهوها في رمضان وجه كراهتها مخافة أن يضعف الإنسان عن الصيام فيؤدي به ذلك إلى الفطر وإلا فقد قرروا فيها الجواز لأن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام أجره وأما حديث أفطر الحاجم والمحجوم فإنهم حملوه على من كانت الحجامة تضعفه أو قالوا يعني استدلوا بزيادة وردت في بعض الروايات أنهما كان يغتابان فالإنسان يعني يجوز لي أنه يدير التحاليل في نهار رمضان ولكن إلا كانت التحاليل مش ضرورية وسوف تضعفك عن متابعة الصيام فالأفضل الإنسان أن يتركها إلى ما بعد الإفطار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة